من بغداد ينضم إلينا باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي أستاذ باسل يبدو أن حسم ملف حكومة الكاظمي لم ولن ينتهي قريبا كتل سياسية ترفض التصويت ترفض الحضور وترفض المشاركة في حكومة الكاظمي بداية ما الأسباب في رفض حكومة الكاظمي هناك من يرجحها على أن سياساته في التعامل التي أطلق عليها أو سموها بالمتبينة مع بعض الكتل السياسية عن غيرها هو السبب في ذلك سياساته هي السبب تحية طيب لكم وليقناتكم الموقرة والأسساد المشاهدين سيدة العزيزة بعض القوى السياسية وبعض الكتل السياسية التي رفضت بأن تمرر حكومة السيد الكاظمي هي ليس على اسم السيد الكاظمي بينه لا ليل ولكن هذه القوى السياسية عفوا بأنها مسألتها الأساسية والعنصر المهم على الموافقة أم على عدم الموافقة هي المحاصصة نعدنا إلى دولة القانون دولة القانون حسب المعطيات وحسب التصريب المعلومات بأنها رفضت بأنه تمرير حكومة الكاظمي لكون بعض الشخصيات هي أتت من ساحات التظاهرات ومن الشخصيات التي كانت داعمة للمتظاهرين الآن يصبحون في داخل هذه الحكومة نعدنا إلى الطرف الآخر كذلك الذي يرفض يحاول أن يحصل على حقيبة وزارة الدفاع أو غيرها فهل نبتعد ولمرة واحدة حول مسألة بأنه تمرير هذه الحكومة من عدمه من جانب وطني أو جانب النزاهة أو جانب وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب نحن ابتعدنا من هذه المسألة ولم نغادر الحلقة الضيقة وهي المحاصصة والتحزبية فهذه الأطراب بإمكانها أن تجعل العملية السياسية تنهار حتى تحصل ما تريد طيب كيف ذلك؟ كيف ستجعل العملية السياسية إن أرادت ذلك تنهار؟ هل ذلك بحسابات مقاعد الكتل السياسية؟ هل بذلك يمكن أن تؤثر وتعرق العملية التصويت؟ وهل التصويت مهم لتمرير هذه الحكومة فعلا؟ أم هناك دوافع وأسباب أخرى؟ نعم سيدة العزيزة بأن هذه الأطراف حسب ما فهمتم كلامكم بأنه عند مسألة التصويت من عدمه نعم هذه عناصر مهمة وعناصر أساسية في داخل العملية السياسية إذا لم يكن بأنه نعم تمرر كابينة السيد الكاظمي ولكن ما بعد تمرير حكومة السيد الكاظمي أو الكابينة هل سوف يتركون هذه السجالات والخلافات؟ لا سوف يجعلون أن هناك مطبات ونحن هذه المسميات سيدة العزيزة القوى السياسية بأكملها بأجمعها اتفقت على مسألة واحدة وهي خيارين هذه الخيارين لا يمكن أن يكون هناك ثالث حسب المعطيات والمؤشرات بأن الخيار الأول يحاولون أن يمهدوا بإعادة الثقة إلى السيد عادل عبد المهدي يجعلون الأرضية متهيئة بإعادة السيد عادل عبد المهدي من خلال هذه المطبات وهذه المسائل الخيار الآخر وهو الأقرب بأنه أن يضغطوا على أي مكلف يأتي لرئاسة مجلس وزراء مهما أن تكون الأسماء ولكن أن يأتوا بكابينة وزارية مكملة مهيئة على قياسات الأحزاب السياسية كما فعلوا مع حكومة السيد عادل عبد المهدي عندما أتوا بكابينة وزارية من داخل التحزبية مجرد يكون رئيس الوزراء هو كفر أو هو بس مجرد أمام العلانية وأمام الرأي العام هذه القوى السياسية عندما قالت المرجعية رأيها والشارع العراقي والمتظاهرين وأعطوا ضحايا وشهداء لا يهمهم يهمهم من يعطيهم مكاسب ووزارات وهذه المسبيات إن عدنا الآن عفوا هناك أسماء في حكومة السيد الكاظمي أسماء مهنية أسماء وطنية ولكن هذه الأسماء المهنية لا تصب بمصطحة هذه الأحزاب والكتر السياسية مثال بسيط بثواني منذ 17 سنة لم نأتي بوزير إلى الداخلية يكون مهني ووطني ويمتلك رتبة عسكرية ومن داخل المؤسسة الأمنية ولأول مرة في حكومة السيد الكاظمي أتينا بشخصية وهو الفريق الركن نجيب الصالحي ولأول مرة بعد 16 سنة نأتي بشخصية من نوع من المؤسسة الأمنية لماذا نعلق هذه المؤسسة الأمنية؟ باسل الكاظمة الكاتب المحلي السياسي شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به